السلام عليكم بزيكم بزيناتانية معاكم فاطمة محمد في الخامسة جديدة ان شاء الله هنشرح في الفيديو ده موضوع الاخر موضوع في البويو موضوع اسمه تريس إليمنت احنا قبل كده كنا استلمنا إليمنت الميجور او برينسبل إليمنت في مينور او تريس إليمنت وفي ألترا تريس إليمنت هنتكلم النهاردة عن تريس إليمنت تريس إليمنت هم كام هم حوالي سبع السبع هم ايه؟ اول حاجة فيه حاجة اسمها ايرن اللي هو الحديث بعد كده كبر وزينك واربع ناصر صغيرين هنعملهم في الآخر في جاته المقارنة الفلور والمانجانيز والماغنسيوم والموليبيدينام هنتكلم فيه عن كل تريس إليمنت هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن إضاية ريسورسز المصادر بتاعته الموجودة في الضايت هنتكلم عن المتابوليزم اللي هو الابسوربشن والدسروبيوشن والكسيكريشن وهنتكلم عن المتابوليك ديسوردر لو حصل مشكلة في عماية المتابوليزم ده يعمل المتابوليك ما يتبه هو عنصر الحديد الحديد ديوتا ريسورسس بتاعت الحديد ايه المصادر بتاعت الحديد المصادر بتاعت الحديد عشان نفتكرها حيث نقول في حاجة اسمها الحديد في لايت يعني جملة بتقول لتحديد في لايت قال لي أن كان فيه ناس عندهم مزرعة وهم الأول يوم لهم في عيد الأطحاء فقالوا عايزين نباح للأطحية ديه فقالوا لما روح يباحوها في المزرعة الأطحية ديه قامت الأم حابت أنها تعملهم فطار فقامت واخد الكبدة وهم لسه ما مخلصوش يعني بيشتغلوا لسه فقامت شواحة الكبده دي في حين المعدنين بعد كده هم فطروا فقاموا قالوا ايه تعالوا انتماشوا شوية في المزرعة فاتمشوا لو قصب السكر قعدوا ياكلوا فيه بعد كده قامت امو الحمدلله خلاصوا وتباحوا هم قاموا روحوا وبعد كده مرواحوا قالت الام تعملهم غدا فقامت عملت لهم لحمة وسبانخ ايه الهدف من الكلام ده كله ان انا نعرف ايه المصادر بتاعة الحديد المصادر بتاعت الحديد اللي هما ايه والشاجري يبقيها المصادر regular حديده اول حاجة. نحن فيه بعد كده قس — اللحمة الليمüne罹 50 ملجرام اما الميت حوالي 2 ملجرام المسم owes 20 كم لا كم وكمان القصب السكر اللي هو الججري وكمان لو انا طبقت في Iron Neutensils يعني في حل المعدنية ده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ بتاعة الايرل الموجودة في الوجبة دي بعد كده هنتكلم عن اربع حاجة هو الملك اللبن قالك ان الملك ده هيعتبر فيري بور سورس للحديد مش مصدر كويس او للحديد هنعرف ان الملك ما اعتبرش مصدر للحديد عشان سببين اول سبب ان هو يعتبر فيري بور سورس يعني الكنتنت بتاعة الحديد في اللبن يعني كمية الحديد الموجودة في اللبن حوالي اقل من واحد من عشرة ميلي جروم لكل ميت ميلي من اللبن وكمان في سبب تاني هناخده في الفاكتورز اللي عاملت اصر على الابسوريشان بتاع الحديد هنتكلم في الايرون بقى احنا اخدنا دياتات ريسورس المصدر بتاعته اللي هي اللي في فيشتابول زوي الججري كمان الليفر والميت ولو انا طبقت في ايرون يوتنسل الملك يعتبر فيري بور سورس للحديد بالنسبة للدستروبيوشان بتاع الحديد الدستروبيوشان بتاع الحديد هناخد ان فيه حاجة اسمها توتال بادي ايرن يعني كمية الحديد الكوليان الموجودة في الجسم توتال بادي ايرن يعني كمية الحديد الكوليان الموجودة في الجسم هي حوالي كم حوالي ثلاثة خمسة جروم الدكتورات عشان نسهل علينا في الحفظ نفتكر ان الايرن بيتكون من اربع حروف فبالتالي توتال بادي ايرن حوالي اربع جروم يبقى EEK11 حوالي CCM95. واحدة يعين بقى الأرن الليل موغدا في جسم سناخد التووزيع الكلمة. الآن بتوزيع؟. mieć 75% ثم تذييره تيطير рын الخ OK因為فال، ينحن بالاطرجات في الأنطون عشان نقول ان الجسم يعتبر كأنه بيلم باقي الحديد فهنفتكرة بكلمة يعني B L M ال B L M اللي هي الاماكن اللي التانية اللي هيتم يتخزين فيها الحديد زي ايه زي ال B اللي هو البوم مارو ال L اللي هو الليفر وال M اللي هي A المصل تمامي احنا كده عرفنا Total Body Iron حوالي 4 جروم حوالي 75% منهم موجودين في البلط وي الباقي موجودين في البوم مارو وي الليفر وي المصل بعد كده هناخد احنا ده وقت كده عرفنا Total Body Iron Distribution عشان بعد كده هناخد هو بيبقى موجود على هيئة ايه في الجسم موجود على هيئة حاجة اسمها هيموجلوبين موجود على هيئة حاجة اسمها مايوجلوبين موجود كمان على هيئة حاجة اسمها في الريتين اليموجلوبين حوالي 75% المايوجلوبين حوالي 5% الفريتين حوالي 15% تعالوا كده نشوف كلام ده تاني يبقى ال Iron Total Body Iron برضو نعرف برضو مرحوظة ان ال Iron موجود في كل الخلايا مش موجود في خلايا واحدة معيان يبقى ال Iron present in all cells كمان ال Iron ده بيدخل في تركيب مادة اسمها هيموجلوبين والهموجلوبين هي حجمها ديه او الكنتنت بتاعها ديه حوالي 14.5 جرام يعني البلط لو انا جبت 100 ملي بلط هلقى ان هو 14.5 جرام منه هيموجلوبين يبقى ال Iron distribution بتاعته التوتال بادي ايه انا عرفناها ان ال Iron مرحوظة ان Iron موجود في كل الخلايا ان البلط بيحتوي على 14.5 جرام من الهموجلوبين لكل 100 ملي بلط توزيعة الحديد اللي هم حوالي 3.5 جرام او 4 5.5 جرام من موجودين في البلط الباقي موجود في البون مرو والليفر والمصل الهيئة بتاعته موجود على هيئة حاجة اسمها هيموجلوبين ويفرتين ومايوجلوبين اللي هيموجلوبين 75 اللي فرتين 15 ومايوجلوبين حوالي ايه 5 كده احنا اخذنا في الايرون distribution with diet resource هنتكلم بعد كده عن ايه؟ هنتكلم عن الايرون متابوليزم اللي هوا ايه؟ الابسوربشن ودستروبيوشن هنتكلم فى صحابه احنا الكده بصحاب بص هواتف العديد li هام ايه؟ حاجة اسمها هل penso نفتكره أفضل Wik hip hip فحroها فالي italic هم هي زيف DAY حالة الحديد موجود في حالة فرس وحالة فرك وحالة فرك وحالة فرك وحالة الامتصاص يحصل في خلال الامتصاص الحديد ممكن أن يكون موجود على هائد فرس حتى يحصل الامتصاص يجب أن يكون موجود على هائد فرس فريج يحصل Peters موجود لفرس a أول موجود صنع الحديد فريج غير ضع 三 هايمنع الامتصاص الحديد الآن songi وهي صحاب غير ساحب خير وساحب السوء السحاب الخير هومori حاجة اسمها اسكوربك اسد. الهو حاجة اسمها الاسكوربك اسد. اسكوربك اسد. ماشي. وكمان بتاعت البروتينز وكمان الهدش سي ال. وكمان موجودين وكمان برضو اسستين. الحاجات دي كلها بتحسن منصاص الحديد. ليه بتحسن ابصروبوشة متاع الحديد? لانها بتكون لي الفرص. لو الحالة دي. لو الار ده في حالة فرق بتحوله لي الفرص. كمان في صحاب سوق اللي هما ايه? ما هي الحاجة اسمها كلسم. وحاجة اسمها كبر. وحاجة اسمها رصاص بي بي وحمان كمان اسمها فوسفيت. ن wre. تصبح المجدد لانها يعتبر لان اقتصال حديد وتتخانق على ولذوم يتدخل منه والحديد. الهو حالة يددة الفرص كان لانهم يدخل منه هذه الحديد لان这个 classburgh في الامتصاص ثم انها بالامتصاص يحصل الفرص في الصحاب السماعات. ذافة الإسعار هو فاقول خلفة. اول حاجة فيه حاجة اسمها الـ iron state الحالة بتاعت الحديد نحن نعرف بس ان الفرس هو اللوحيد اللي بيحصل له absorption الفرس ما بيحصلهش absorption الـ iron salt لو الحديد ماسك معه او بنسميه لو الـ iron ده ماسك مع حاجة اسمها فايتك اسد الموجودة في السيريالز او الوجزالك اسد الموجود في الليفي فشتابرز هيكونني لما الـ iron يمسك معهم هيكونني salt او اسنامي انسوليبل iron salt وبالتالي مش يحصل له مصص كمان لو فيه صحاب كويسين وفيه صحاب مش كويسين الصحاب الخير اللي هما ايه اللي هما الـ ascorbic acid والـ SH group بتاعت الـ proteins والـ gastric HCL الحاجات ديت بتساعد المتصاص الحديد ازاي عن طريق انها بتقلل او بتحول الفرس ايرن بتحوله لفرس ايرن فيه صحاب سوق اللي هما اللي بتخنقوا على المكان اللي هما الكلسام والكبر و الـ BB الرصاص و الـ B التانية للفوسفاك دول هيمنعوا المتصاص ده الحديد دوقتي كده احنا ممكن نقول ان اللي اعتبر ان الملك مصدر مش مصدر كويس للحديد طب ليه اول حاجة الـ content بتاعت قليلة تاني حاجة انه بيحتوي على الكلسم والكلسم ده بيمنع انصاص الحديد بعد كده هناخد حاجة اسمها الميكوزال بلوك سيري يعني ايه ميكوزال بلوك سيري هنعرف بات من الصورة دي برضو ان الحديد دوقتي دي كده الـ insciner cells ماشي او يعني insciner cells وده اللي يمن مفروض ان هو البلد اللي هو هنا بعد كده البلد هيقوم من القليل الحديد Then ynقل عن طريق حاجة اسمها transferrin 작업 Borster acid يحصل في تكوين الخلايا اللي يقوم داخل في تكوين الهم جلبيل عشان يكوني الاربيسيس. اه ويه كده. تمام? يبقى اول حاجة الاير موجود في اليمن. ممكن يحصل له يتنقل في الجسم يعني عن طريق حاجة اسمها ترانسفرين. ماشي? اول نوع يحصل له تخزين في الجسم. ينتخزن في الجسم من فين? تخزين في انتصال نسلز على ايه تحاجة اسمها في الريتين. ويتخزن على ايه تحاجة اسمها في الريتين. دي برضو ايه الخلايا? او الخلايا بتاعت الانتيروسايت. في صورة بقى وضحة كي حعلن أن يحصل لي نسلنا يضح ان الانتيروسايت Cynthia لكي يحصلllie نسل لاخذ قص بقضة دانة محدد الحديد باية الجسم سيقوم داخل لحديد الحديد قطيئ الي Magic دمت واحد يعني لما علي حديده عشان يدخل الخلية يدخل للعناية حاجة اسمها خلاف فرس في التكافؤة سنائية يدخل الجسم عن finite حاجة اسمها خلاف المؤكدة تخزن على قموة الفراتين Haw Welt حسب بتاع الخلية يوم الاقاند طبعه و هنا كماندر سيحصل داخل الخلية يجب أن يكون سنائي. بعدها سيكون تخزن في جسم عليها ، او سيكون أحصد كذا حاجة هنا. والعنى في الأول الحديث يتحول لفرق وتحصد الفرق و بعدهم عن طريق المامبرين ده ده عن طريق حاجة اسمها الفرو بروتين دي تكون الحديث يقوم بالحديث، sin الحديث تكون بقى بقى برة في البلط، سيكون الفرق يمكن ان يكون اوضح اكتر اول حاجة ان الحديد ده بيحصل لردوكشن عن طريق حاجة اسمه يكوني الايرن اللي هو التكافؤ السناي او الانزيم دوت الانزيم موجود على السيرفس بتاع الانتيروسايت كمان ان الفرز ده عشان الموجود في الانتصال اليومين بيمسك ما هو ده بسيحنا حاولناه بقى فرز ايرن فهيقوم داخل عن طريق حاجة اسمه دي ايمتي يقوم داخل جوه الخالية انسايد زي سيل جوه الخالية ايرن ده هيتكون هو اصلا كان فرز دخل فرز بس جوه الخالية هيتحول فرز والفرز هيقوم ماسك مع حاجة اسمه الابو فريتين عشان يكوني الفريتين الفريتين هي ده الشكل بتاع تخزين بتاع الحديد في الانتيروسايت ايه اللي كمان بيحصل قالك بقى في حالة الانميا هنا في حالة الانميا الانميا يعني ايه اصلا الانميا في انواع كتير من الانميا الانميا ماقصد بها انى بقى في الاربي اسيس بتاعتي عددها انcussion البطاعتها والفنكشن ووزيفة وتاعتها مش مش شغيل من الممكن يحصل ان الاربي اسيس يحصل لها مثلا في حالة المت lung سيكون هذه حالة الأنمية مثلا مثل هذه المخصص في حالة الأنمية أن الأربوسوس تكون فقط فهوظيفة متى تبقى عجلة أن الأربوسوس تكونت سليم الحجم الأوليّل الحجم الأوليّل ونسبت الشخص أو أوليّل أو مناسب لكي يقوم أن يمسك بالأكسوجين ويصبه في حالة الأنمية يوجد الحديد الأوليّ في الجسم الامصاص الحديد يزيد الامصاص الحديد يزيد عندما يزيد الحديد يقوم مسك مع حاجة اسمه ترانسفرين عندما يمسك مع ترانسفرين ويحصل تشبع عندما يمسك مع العنقه اي حديد زيادة يقوم خارج بقى موجود في الميكوزة السلس يحصلها دسكميش يبادتي في حالة الحديد satellite RAD اما يحصل مادة على نصاص الحديد الدكتور العنق للسلس يحصلها في الامصاص الحديد فسوص الحديد يزيد تعتمد الآن على كمية الحديد متوجود في الدكس لو واحد عنده نقص في الحديد بالتالي المنصاص بتاع الحديد هيزيد والتخزين هيزيد لو واحد عنده زيادة في الحديد المنصاص هيقل والتخزين هيقل تمام؟ يبدو الاتي في كلمة اسمه ميكوزال بلوك يعني ايه ميكوزال بلوك؟ يعني كان الخلية بلوك لمنصاص كان دفيه تعمل بدهن لمنصاص التي يصامل الحديد فقال لك انه هو النسبة لحديد اللي بيتحصلها منصاص او تخزين بتعتمد على كمية الحديد الموجودة في الجسم لو الكمية دي زيادة المستوصطيح هيقل Python والعكس الصحيح بعد كده ناخد الرأيرن بتدخزن في خلية متخزن ضد متخزن الرأيرن تعلي yolتك على مطلق الميكوزة السلسل لازم ان يكون في حالة في الرسل ولازم ان يمسك عن طريق حاجة اسمال فيروبورتين فيروبورتين ده دي البوابة اللي بتخرج الحديد الخليجة ماشي وده بيحصل امتا؟ بيحصل لما الترانسفرين يكون فاضي يقومون بصفرين ولازم يكون امتا؟ الانفل بتصييرية ان يكون الترانسفرين ب掩ق علي تارسفورين بعد ما هو دواتي وہاقيرن في الفيرس فورم لما يقوم خارج في البلد عشان يمسك مع الترانسفلين او الابوترانسفلين لازم ان يتحول له Shitizer Form اللي هو الفيرك ايرن بيتحول الاكسدايز ازاي او بيحصل الروسيد ازاي عن طريق حاجة اسمها بلازمين وأعرف الانزيم ده دلوقتي الميكانزمات اللي بتعمل هما تلات مكناز اسمات اول ميكانزم هو حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها الميكانزم الزيجوليشن نفسها هي اللي بيحصل لها بيتتحكم فيها عملية الاستثار الحديد. احنا عرفو سارز اللي هي بوابتين. في بوابة هنا. بوابة هنا. وفي بوابة هنا. البوابة هنا اسمها دي المتين. اللي هو والبوابة اللي هنا اسمها تمام? عشان آ آ يدخل او يخرج الاشا shells بالحديد بعمى بين عشر الحديد يطيري البوابتين دول. تمام? دلوقتي بقى لما في مشكلة زي مثلا ان الحديد ان البوابتين دولا مش مش شغالين. ان البوابتين دول مش شغالين. او البوابتين دول مش موجودين اصلا. تمام? ده بيحصل ازاي يعني دولا بيحصل لهم اه بيحصل لهم دول عن طريق حاجة اسمها الهبسيدين. الهبسيدين ده انزيم او الهبسيدين ده بروتين مادة بيحصلها يعني اللي بيعملها الليفر تمام? المادة دي مفروض انها بتعمل دول للبوابتين دول. انها بتعمل يعني ايه? عن ايه يعني بتصبط ابو تjektل تصنيع بتاع ايه البابتين دول فلما بتال لما التصنيع بتاع البابتين تول هيقل ده هيزود deal ايه Iris vihapotena bih repe葉 set then we have yfretin yfretin aryithrobotic reggalation aryithrobotic reggalation غرواتيك كنة دم الحمراء يعني عملية تكوين كرة دم الحمراء أو الربيسيس يعني فقالك في حالة الأنمية فحيضي على أنميا فالالي scoutة أنتمي خاصة التكوين في الخروج عندما أحتاج بشكل كبير فحيضي لهم لأنني أستخدم حديد لأنني أريد تكوين بشكل كبير فعشانتي لجب أن أشجد تكوين وهي زود الـعيرن أبسربيشن هذا سيحصل مستقيم ومن اللي اسم إليس؟ المكانذم اللي بيعجمع الإليسربيباتيك ريوكي المكوزا ريجوليشن عن طريق أن المنصص بيحاجة إلى بوقتين حاجة أسماء ديميدية وحاجة أسماء بروتين تصنيعهم بيحصلة إليسربيباتيين الإبسيدين فيحصلوا الـعيباتيك آخر لما الكمية بتاعت الهبسيدين دوت بيمنع التنين دول بيمنع التصنيع بتاعهم. فبالتالي لما الامصاص بتاع الحديد بيزيد معنى كده ان البابتين شغلين كويس يبقى ده هيزيد. ولما يكون الامصاص بتاع الحديد قليل الاول البابتين دول مش شغلين كويس الهبسيدين ده هيقل. فقال لك ايه? هبسيدين اببتايد سكياتي بايدا ليفر هو انزا بادي ايرن سيرفس او او ادكودي. افزر لو في هايبوكسيا او في انيميا تصنيع الهبسيدين دوت هيقل. عشان كده في الروبوتين سنسيس هيزيد. قال لك ان لما يكون بتاعت الامصاص بتاعت الامصاص بتاعت الامصاص هيزيد. لما في حيات الانيميا الامصاص هتعمل هتبعت اشارة للميكوزا عن طريق حاجة اسمها الامصاص وده بيحصل له سكيشة من المينك كدنين. ازاي بيحصل الاحديد ده بيتنقل في البلط وبيحصل يباة سينب فورم sistem physicians they احنا قلنا ان الحديد عشان نط didn욱 في البلط لازم لامسك مواهي البلط لازم ما يمكن ليتوب حاجة اسمها transformation. يعني ما نريد ان افتكر ms133 ile ام ms133мы اه من كلمة char ctmpair. so having a lot of movements leap turn to work ürüد ترانسفرين بالخطين ايضا بنقل الحديد. ينقل للحديد. شخص الفورم او ج ليكو بروتين البلطين جميع البلطين بتاعت له النسبة الطبيعية الإخضار كام حوالي 200 لما يتفيشانン Ley للنسبة الحديد تبدأ أليلة المفروض في الأجوال يتوجد ط belonging المفروضة الشهر يزيد معاً يوجد شيء ترانسفرين هذا هو ترانسفرين ترانسفرين فهنا نعرف عنه أنه موجود في 20 شكل يوجد 20 فورميلي ويقام أنه يمسك مع 2 فوريك أتم مع 2 فوريك أتم عشان الحديد يتنقل لازم أن يكون موجودة في حالة الأتم اتم. اه كمان ان لو في حالة. لما الحديد بيقيل طيب ليه? لما الحديد بيقيل طيب لما الحديد بيضيد طيب بيزيد طيب س이스 ريصد عنهiana ومشكلة ان الحديد له الحديد هو الأولي. فالجسم بيعود انه بيزود ترانسفرين. يعني لما يكون فيه ترانسفرين بيزيد. ليه? لان الجسم بيحسب ان المشكلة عنده وان المشكلة هي نقص الترانسفرين. بلس المشكلة هي نقص الايرن. كمان هناخد حاجة اسمها يعني ايه يعني القدرة ان هو ترانسفرين يمسك مع الحديد. لو احنا فرضنا ده شكل حاجة اسمها وترانسفرين بيمسك مع اربع مثلا ايه? مع اربع فريق اتم حديد او اتنين فريق اتم حديد. فوردنا ان هو اربعة. ماشي. ايه تطلق ارني بيني انكبستي لما الحديد ده بيقل. لان مفروض ان هو بقى ماسك مع الحديد. احنا يا ترانسفرين مع اتنين فريق اتنين فريق اتم. فاحنا مسلا قلنا ان الحديد قليل. لما لما ان الحديد دي يقل و لما פحة و ممسك إثارة ولكن قادرة ان وا kar Sim و يصير الجد يتعلم بالقادرة A زيادة. الحديد يعني او من الحديد الحديد ده 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 ما فيش مكان الترانسفرين كده ملهوش مكان فاضي. ده اسمه ترانسفرين. ماشي? الترانسفرين ما فيش مكان فاضي يمسك فيه عشان كده كبستي بتقل. يبقى تلقل قرن من كبستي. في البلازمة حوالي روامت ميل جروم لكل ميت ميل. وده بتتعامل عن طريق ترانسفرين. ترانسفرين بيمسك مع ااا اا او الفيرج اتم. ماشي لما يكون الحديد وليل الكباستي هتزيد لما يكون الحديد زيادة كباستي هتقل ماشي فيه نعرف بردن فيه حاجة اسمها السيريولو بلازمين ده إنزيم اللي بيعمل اكليك ديشان الفرص بيحاول الفرق والفرق يقوم ماسك مع ترانسفرين ويكونيهturnانسفرين لما فيه حاجة اسمها يعني بين الكباستي الكدرى انه بتاع الترانسفرين هو يمسك مع الحديد لما يكون الحديد قليل معناه كده انه مفيش حد يمسك معيه فمعنى انзه فيه مكان فاضي وبالتالي الكابستي هتزيد الأicano فى حيث الأacı هو انزمه فى نقص للحديد لما يقل هذه هي احد ترانسفلين هتزيد اوanya يقل وترانسفلين هيزيد لأن الجسم يبحث بثناء ش Ärن 이�ن ولكن الأتي عن الحديد لا الغلاق puisquانزماء يزيد الكابستي najجد لان عن положение يقع الككام كبال كتير المشكلة لنحديده لقليل لكن المشكلة لنحديده لقليل فالترانسفلين هيزيد الكباستي ستزيد لان بقى فيها اماكن فاضية كثيرة السيرام ايرني ليفل لما ايرني فيش نسأنيمه عن الايرني الليل فابتالي بقليل في السيرام كمان الترانسفلين ده عنده الحف لايف حوالي 17 تيان الاستروجة ايرن او الشكل بتاع الايرن اللي بيحصل له تخزين بتخزين عن هيئة ايه؟ بتخزين عن هيئة حاجة اسمه كمانات الفرتين بتصليبه كل الأولون مزول الميكوزا ومزول الميكوزا كمانات الفرتين في المكان الفرتين مراتBER 100 الفرتين مواجه 24 thrown حف الرايرن والعضل سخف ЩSen ادعى الاستروج التي يحدث عن طريق فريتين قم اما تكون هو الفريك ايرون الفريتين قم بوجود فريتين ايضا وزيفة الحديد تاهم بالتكوين بمواد حلقة المواد هيموكروتين مثل شهة هيموكروتين مواد مواد موجود فيه الماسر يوجد فيه انزيمات سي من المغ Amazoc каналs إذم المكلفة على حذر التخزيم نزود في التكوين المواد هيموبروتينز السبع التي موجودتها في العادة هناك انزيم التأمس في الوحيل 1. اطلع الأمر أن تنعيه أن القرار بالمعشار في البلد هو يعتبر مؤشر للتغزيم بلد يعني السورة بتاعة التغزيم بتاع الحديد فلما يزاد لهذا يزيد تغزيم تالحديد كمان لكن القرار بالمعشار في حيات التباتف بالعليماتية فيه كمان حاجة اسمال هيموس درين دي صورة تانية من التخزين بتاع الحديد بيقدر ان هو يمسك مع 35% من الايرون الهيموس درين ده ممكن يحصل لان هو بيتجمع فيه اماكن معالية في الجسم وهيعمل ايه اعراض وعمل صبغات في الجسم وهيعرفها بعدين يبقى احنا انا عايزين اعرف هنا ايه ان الفريتين ليفل الموجود في البط ده يعتبر مؤشر للايرن ستورز المخازن او التخزين بتاع الحديد الفريتين ده بيزيد في حياة الانفاماتوري ديسيز الهيموس درين دوت ده برضو ايه اي اوسف عر sob يعني شاكلي تاني من التخزين لان الحديد هناخد ايه منعرف بقى الانفاماتوري المشاكل بتاع ايه ايه ايه**** delay الايروت المتابلزم ايه ايه يحصل iron deficiency اي ايه ايرواioold يعني الحديد يبقى زيادة او الحديد يبقى قليل لما الحديد يقل بنسميها iron deficiency iron deficiency يازلي اي سين ايه ايه yeah ف Do T will T. pow? بصنعه في الهموجلبين. بدخلوه في عمية صنع الهموجلبين اللي هو آآ فا بتالي لما الحديد يقل الريد بتاع الهموجلبين سنزيس هيقل معدل صنع الهموجلبين هيقل وبالتالي معدل تصنع قوت الدم الحمراء او الارباسيس هاتقل وبالتالي ده هيعمل لي اناميا. الاسباب بتاعة الا端د ديفيشنسي اول حاجة اما واحد ما بيهكلش حديد يعني اما فيه امبيارد ابسوبشان اما الحديد بيهكل بس ما هو ما او ان الحديد يزيد الطلب على الحديد مثلا في حالة اول حاجة اما يحصل ودول يعتبر معنى كده ان الحديد الموجود في الجسم قليل لما الحديد يقل بالتالي عملية تصنيع المجلوبين هتقل وبالتالي عملية ستقل وبالتالي هيحصل الانمية الاسباب بتاعته اما نقص الانتك اما فيه نقص ابسوربشن او فيه مشكلة في الابسوربشن اما فيه زيادة في الاكسيكريشن زي البلوتلوس او او انكريز ديموند الاندفشن دا بيحصل فيه بيحصل في الابسوربشن في الانما الناس اللي بيبقى عندهم زيادة في الاندفشن او في الاندفشن او في الاندفشن العلمات او الاعراض بتاعت الانمية بقى فيه اللواء اعراضة اللي احنا رفعنا كلنا اللي هي فيه ضعف وهن عدم تلكيز الحياتي كلها الكلينكال بتاعت الحديد لما الحديد بيقل طبع الان 다음 تصميم الاموغلوبين لما الحديد بيقل Vik authentication او السابقة بتاعت الاربيسيس هتبقى قليلا فبيعمل حاجة اسمها هيبو كروميك أربيسيس ماشي وكمان بيعمل مايكرو ساتيك مايكرو ساتيك يعني الاربيسيس بقى حجمها صغير هيبو كروميك يعني البيجمينت الموجودة فيه او الهميجلوبين بيبقى بلايل كمان هيعمل ويكناس وفاتيج وديسنس ويبالبوتيشن وكمان فيه النص بيستافيك سامتومس اعراض تانية مش مش بيستافيك قوي زي النوزية زي النوزية زي كونستيباشن يبقى الكلينكال فيتشرا بتاعته هما التلاتة دولا اللي واحنا عارفونها على طول اللي هي الويكنيس والفاتيج والديسنس والبالبوتيشن كمان هيعمل اناميا اناميا دي بتبقى مايكرو ساتيك هيبو كروميك اناميا كمان يبقى فيه النص بيستافيك سامتوم زي النوزية والكنستيباشن والانوليكسي احنا قلنا لما الحديد بيقل ترانسفيرين لما الحديد بيقل ترانسفيرين هيزيد ولا هيقل ترانسفيرين هيزيد لان الجسم بيحسب ان المشكلات عنده فبيزود ترانسفيرين كمان الاتقال الكبستي هاتزيد ولا هيتقل الكبستي هاتزيد السيرم ايرن ريفل هيقل لي ولا هيزيد وهو قصلا قليل ماشي نمي برضو اعراض الانيميا سامتو في Shadow rabbia نحن قولا كان تأتي به المال كانت التي تدخل الهيميومولوبين ده المفروض انها تنقل الهيميومولوبين بالنفيذ الآقل Urban sensitive Wild native quipeces كمان هيؤثر على مناطق او ميجن تانية في الجسم زي الهارت و الان ويهبا فيه ويكنس وفاتيج هناخد بقى الـ Iron Overload او زيادة الحديد حاجة اسمها hemo kromatosis The hemo kromatosis دي عبارة عن حالة مرادية بقيها زيادة الحديد لما الحديد بيزيد في الجسم لما الحديد بيزيد في الجسم لهيه؟ اما في بيحصل حاجة اسمها زيادة المصاصل للحديد او في عيب في الـ Execution مثل الحديد مش بيحصل Execution حديد تاب الهيمي كرماتوزيز تعريف هي mahoof iron is conditionen لما الحديد يزيد في الجسم الحديد يحصله اغزين في الجسم مثل اه 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 ايه كيف اغزن في الليفر اغزين في القرية والبانكرياس اغزين في القرية أبدا الهيمي كرماتوزيز على ماهيفين لما اغزين بيزيده بيحصله قرية في القرية مثل في الـ liver أو في الـ spring أو في البانكرياس وفي الـ skin وحسب الأماكنه يحصل لها يحصل لها Deposition بتاع في عرن الـ E الـ tissue ده لو مثلا الـ liver أو الـ spring سيعمل أعراض همشوفها تختلف حسب المكان الأنواع بتاعته الممكن يكون primary و secondary primary الأنسامي genetic أو secondary الـ aquired الجيناتك أو primary هموكرماتوزيس و أباره عن حالة هيرداتري حالة ورصية بقى فيها إيسا بتاعه نتيجة أن النصد تال الحديد بيبقى زيادة بقى فيه بنجريس الانترسطين الربعين الحديد يعني الطبيعي مثلا هو بيمددص نسبة معينة dat la في حالة النشكلاتib يزيد امساز بتائر الحديد يزيد عناس الطبيعي حين يزيد هماشي لما الحديد بيفيزيد الامساز بتاعه يحصلوا دمزيشن يترسف أماكن معانا في جسم أما يترسف في الويبر أو في البيائس أو في الهورد او أماكن تاني بعد ما يتخزن في الجسم لو الحديد اللي ما MAL يزيد هو طبعا يتخزن لجوة الخلية لما الحديد ده بيزيد بيحفز مواد اسمها الفري راديكل دي بتعمل انجري للارجن او او تعمله فلير اذا فيه حاجة اسم هيمو كرماتوزيس عبارة عن كلينكا الكنديشن الايرون بتاعها بيبقى يعني حالة مرضية فيها زيادة لزادة الحديد في الجسم لما الحديد بيزيد في الجسم بيحصله سواء كان ليفر او البلانكرياس او السبلين او السكان الطائب بتاعته ممكن تكون جينيتك او برايمري ممكن يكون ساكاندري او اكوايرد جينيتك او برايمري هيمو كرماتوزيس ده حالة وراسية هيريداتري سبتاعته نتيجة زيادة المصاص بتاع الحديد انجريز الانسان الابسوربشن بتاع الحديد الحديد لما بيزيد بيحصله بيترصب كحاجه اسمه هيمو سيدرين هيمو سيدرين ده يترصب ايما في الليفر او في البنكرياس او في الهارت او في اي اورجان تاني بعد ما حصل له اكيميليشن في الانتراسيلي يعني هيقوم متخزن اي عمق هي يحفز لي حاجات اسمها apart from aYeahone هناخد بقى حاجة اسمها beautiful earth poisoning تسمي من بتاع الحديد حاجة بين الصورة تنظمهم كل الاطفال الأطفال بيبقى غريبا في الأطفال بيخعل تحوي مؤخذ كمية حديد كثيرة يlichkeit قدم East كمية حديد كبيرة أو كثيرة turkey بيكون غريبا في الأطفال الأضافة نتيجة الأكيوت أوفردوس السمتم بتاعته The Anousia Fomenting We أبدون البين ودهارية وممكن السمتم بتاعته بعد ذلك ناخد حاجة اسمها الأكوارد أو ساكاندري هيموكورماتوزيس الأكوارد أو ساكاندري هيموكورماتوزيس السبب بتاع الأولانية البرايماري كان إيه؟ يبقى السبب بتاع البرايماري هيموكورماتوزيس إنه الإمصاص بالحديد بيبقى زيادة أما الساكاندري هيموكورماتوزيس نتيجة الحديد اللي موجود في الجسم زيادة زي مثلا نتيجة نتيجة حصل حصل نقل دم كتير أو حصل هيمولوسيس الأربيسيس فبالتالي هيزود الحديد أو حصل إكسيس إنتاج للحديد كل الحاجات ديت هتعمل حاجة اسمها أكوارد أو ساكاندري هيموكورماتوزيس الأعراض بتاعتمد حالة حسب الحديد دوت التراسب فيه يعني مثلا لو حديد تراسب في الليفر هيعمل حاجة اسمها سيروزيس لو التراسب في البنكرياس هيعمل وبالتالي هيعمل سكة البنكرياس مش هشتغل وبالتالي هيعمل ضويتس مليتس كمان لو فيه هيعمل يعني كأنه هيزوغ واللما بيزوغ السكن بيبقى شبه البرونز عشان كده بنسميه البرونز الديابيتس ده ده يعتبر مهم جدا في حالة السكندري هيموكورماتوزيس كمان في الاندوكورماتوزيس احنا قلنا انها هيحصل في الهورت الهورت يعمل الهورت يبقى الأكوارد أو سكندر هيومكورماتوزيس استخدام نتيجة ان يوجد زيادة الانتيج بتاع الحديد او زيادة الهيموالسس يعني زيادة الحديد موجودة في الجسم سواء كان حصل او زيادة الهيموالسس فكسر في الـ الارباسيس كتير زيادة الانتاج للحديد او الكلينك الفيتشراس بتاعته الملمح بتاعته الاعراض بتاعته حسب الاورجن اللي تم تخزين فيه الحديد لو الليفر هيعمل سيروسلس لو بينكرياس هيعمل فابروتيك دامج بعمل ديابيتس لو في الاسكن هيعمل لو في الاندوكريان اوغرن هيعمل لو في الهورت هيعمل اهورت فيلر واريزمي دي كده صورة بتطلح لك الاعراض بتاعت السكندري اللي هو فيبقى فيه اهم حاجة يعني هنا البرونزد سكن الجادوما الدبوت بيوضح لك ان لو انت مسلاً في معمل وانت عايز ستعرف الانواع بتاعته يعني مسلا Betius نسبة السيروس ايرن وبتقيس نسبة الترانسفرين وبتقيس نسبة الha الحاجات دي كلها عشان تعرف نوع الاررن هل في ايرن اوغران اوالا فى ايرن او being deficiente والاثنين الجادولين في نص دولار مش مهمي فاناخد الايه الاولاني والاخران في حالة الارن ديفيشنسي لو في حالة الارن ديفيشنسي هل السيروم اي ايرن ببقى زيدة وليل بيبقى قليل في حالة الكباستي بتزيد تشبع بتاع ترانسفرين قليل انه مفيش حديد ماسك فيه الفريتين برضو قليل السوليوب لترانسفرين ريسبتورز برضو بتبقى ايه زيادة بنسبة الايون اوفاردوز لما الكمية الحديدة تبقى موجودة في الجسم زيادة فبالتالي هيبقى فيه السيروم ايرون هيزيد الترانسفرين هيبقى نورمل والكباستي هتقل مفيش اماكن تنتسك فيها ايرون هيزيد تغزين في عهرة في الغرطين سيزيد الترانسفرين ريسبتور موجودة حتى تبقى ايه لزيادة اarte انتعلموا ت怎樣 اكبر اول سؤال في حالة ال ايرون ديفيشنسي أنميا ال اختار الدخiver يستمر بضياش live في باستخدام oils ممكن نحق السيخ ال لمة متضامات المتضامات المتضامات الهموبروتين يحدث المتضامات الامور يبقى الإجابة الصحيحة.. إجابة الصحيحة.. ثم إجابة الصحيحة.. أجابة الصحيحة.. إجابة الصحيحة.. ثم إجابة الصحيحة.. ثم إجابة الصحيحة.. ثم إطبالة الحالة.. حالة 20 year old patient يعني كان فيه واحد عنده 20 سنة.. عنده 300.. حصل له.. كانت موجودة فيه.. سبب في.. ماشي بعد ما حصله افضل اهموليوتك رايسيس بقى عنده 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 ضيابيت اسميليتاس وعنده سكين بيجمينتاشن. مدام ما انا قلت سكين بيجمينتاشن. و ضيابيت اسميليتاس. يعني كده نسميها برونز الطيبيتاس. ده بيبقى مؤشر لان بيحصل حاجة اسمها ايه اه 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 هيمو كرماتوس. ما البص بالضياجونز بتاعت انكاس ديت هل هي اه 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 ولا ضيابيت اسميليتاس. ولا هيبقى الاجابة هيمون كرماتوز. حاجات انا ممكن اعملها اعمل ايه? اول حاجة انا ممكن اعمل لو انا مثلا لقيت اول يعني التحالي اللي انا عملتها اكشفت ليه? هل نسبة الحديد الموجودة في السيرم قليلة ولا زيادة? لأ زيادة لانه هيمون كرماتوزز. لأ الكباستي قليلة. يعني الترانسفرين بقى من شبع بالنسبة كبيرة او ممكن صحيحة. النومة السيرم فريتين? لا مش نومة السيرم فريتين. تخزيمة السيرم فريتين هيزيد. كمان ازر تشمل السيرب الاتاكسيا والهارد فيلر والليفر سيروسيس. هو ايه? الازر ده هتشمل برضو الليفر سيروسيس. الحمد لله كده احنا خلصنا نقيل. هنكلم دقيت عن عنصر صغير حاجة اسمات الزنك. الزنك كنتين ترعت الزنك هو حوالي اتنين جروم. يعني الزنك اتنين ايه جروم. لماكن متاعته فين? الزنك ده برضو موجود انترا سيروسيس. الزنك الموجود في المصل او موجود في البون موجود في البرين والسكن موجود كمان في البروستات الجلاند حوالي 100 ميلي جروم لكل جروم. يبقى الزنك موجودة في المصل او موجودة في البون موجودة في البون موجودة في المصل او موجودة في اماكن كثيرة. نعرف من هنا ان المعلومة المهمة انه بقى ريتش في البروستات الجلاند حوالي 100 ميلي جروم لكل ايه جروم. وهنه حوالي 60% من المصل و30% في البون. الزنك فونكشن. الوظيفة بتاعته الزنك. الزنك فونكشن بيبقى ليه وظيفة ليه اربع وظيفة مهمة. اول حاجة ان هو انتي اوكسيدانتي. انتي اوكسيدانتي يعني مضاد للاكسيدة. ازاي مضاد للاكسيدة? عن طريق ان حاجة اسمها السوبر اوكسيد دا استذية الجسم الوظيفة بتحجيل الجسم. الميبقى عليه الذينكي يابقى دا ل겁نان, الميبقى لليه وظيفة بالفيتامين. الزنك دا ل GP белج تستسرع لمن ثاني الليلершة اولائ engineering tem of pész За المترجعati. استخدوم ارى لكي سيلينيوم waist. السلينيوم اي دا يدور في الفيتامين اي اما زينكي في فيتامين اي اي. عشان نفتكيرها. سيلينيوم اي. زينك اي. أو أخر حرف هوييييه حرف لücke الل Medien ganz amplies ت detector البيت. ثم ت? بالنسبة للبنكرياسي، الآن تمً Out heck الإة اليسام بيكون دور في invest out في الحاضر أن مؤتمر في تصنيع Whoo يكون ذات Leah. تمام يبقى زينك فونكشن بقى ليه اربعة وصف مهمين اول حاجة انواء انت اكسدانت تاني حاجة انواء بقى ليه دور في فيتامين ايه ماشي انواء بقى الزينك النسي سري عشان هي منتين نورمال ليفل بقى في البيتا سيلس بيقى بيعمل ستوريج والسكيلشان بتاع انسوليه كمان انواء انواء بقى ليه دور في و influencers انه ي واحد يحقق فى احمر القرغان انواء another word بعد كده تلطيم الان اخرج و ا معاذا يحقق المكان منزله ايه الزينك دور وجرى ما يحبه ن PhD انواء مواي نحن كنفان الانقشن بقى ليه دور في فيتامين ايه ، منا ا influسف تلطة بيتامين ايه في البيتا سلسة بتاعة بانكرياس وكمان انه بيصنعني الار بي بي كمان الزنك ده يعتبر كومبونانت لميني متال الانزيم زي ايه زي الالكوحول دي هيدروجينيس زي الكراين فوسفاتيس وزي الكاربوكسي بيتوليس وزي الكاربونيك انهايدريس وزي السيستو وظيفة زيادة للزنك كمان انه بيدخل فيه عملية دي ني اي والار ني اي سينسيس عن طريق انه بيدخل فيه دي ني اي والار ني اي بينوميريس انزيم يبقى زينك فانكشن اول حاجة انه انت اوكسينم فيتاميان اي بيبينتين نورمال ليلفل في المانكرياس كمان انه بيبقى بيبقى كومبونانت لميني متال الانزيم زي الالكوحول دي هيدروجينيس الكراين فوسفاتيس وي الكاربوكسي بيبتديز وي الكاربونيك انهايدريس وسيستول وكمان بيدخل فيه دي ني اي والار ني اي سينسيس عم طرق انه بيدخل فيه كمان بقى في سؤال بقى السيلة يعني هناخدها عن الزنك اول حاجة بقول لك السؤال بقول لك كل الجمل دي صحيحة عن الزنك في معدل اتنين جرام او ايجابها صحيحة تمام او صحيح موجودين ستين في المائة في البون لأ او ستين في المائة في المصر ستين في المائة في البون ان بقى ستين في المائة في البون كمان سؤال بقول لك ايه كل الحاجات دي صحيحة في معادل اول حاجة ان الزنك يقع من سلسل منان نورمال ليفل بتاع فييتامين اي فيتامين اي ولا فيتامين اي كان بيبقى مهم عشان يعمل بتاع فيتامين اي السلينيم هو الفيتامين اي عنده انتي اكسلاند اكشن بيانفولفت في دين اي السنسي الصحيح والستورج بسيكيشن بتاع الانسولين يبقى ايها الإجابة اللي هتبقى اكسبت هي اي كده احنا الحمدلله خلصنا الزينك وي الايرون هنتكلم عن الكبر الكبر برضه يعتبر كبير شوية عن الزينك الكبر اللي هو الاي نحيس بتاع الكبر حوالي 100 ميلي هم حوالي واحد ونص 3 ميلي جرام هنمتفكر ان الكبر هو موجود في الكاني موجود في الكورنيا موجود في المبين موجود في الحرد وفي المستنص craving بقى الكبر كام حوالي 100 ميلي جرام الدي لدايت ريكوارم انت حوالي واحد ونص ثلاثة ميلي جرام لكل في اليوم الصائد بتاعته موجودة في الكيدني في البرين يعني عشان نفتكرها يعني كأن دي كانت تقرق كناكة فنقول كيدني البي دي هي مثلا البرين والبي التانية اللي هي اللي هي اللي هي اللبون وكمال موجود في الهارت والهير والمصص بالنسبة للدايت ريسورتس هي شبه الحديد ان هو موجود في حالة الأنزيم اللبون والميت كمان موجود في الهاتف والي في celebrity وموجود في الهاتف لو انا في دقاءات اللبون ومواجود في الهاتف ahahvi الانزيم اللي بتاعته على الكبر هما كان هما هما برضو كتير فح Давайте ناخده منهم اي هناخد فيها انزمين بتقعوا حرف السي والفيه انزيم يعني عشان نفتكرهم الانزيمات اللي بتاعته على الكبر هنفتكر ان فيه اولهم حرف السي وفي انزيم فيهم انزمين فيهم اه اولهم حرف السي حاجة اسمها السريولو بلازمين وحاجة اسمها السيتوكروم اكسديس الانزيمات الثانية حاجة اسمها السوبر اكسايد دايسمت اللي هو الاس او دي او الفينول اكسديس يعني في او اكسديس وفي الاكسايد ففي سوبر اكسايد دايسمت وفي فينول اكسديس كمان بيدخل في الائلة سنسيس والتيروزينيس يب احنا عرفنا كده ان الكابر حتو تطبق دي كونتينيت تاعته حوالي 100 ميلي جرام دايري diet requirement及ا وحادو ونصل ثلاثة الامصاد الى الا bell مصادر الى الوئ الميت الانزيم التحتاور على الكابر ده هناك انزيمين مع اوه محرفة تاستيروليوس وفينول اكسديس وفينول اكسديس وفي اللاعق وألاسنزز وطيارزينيس حتى اتخذني انتخذني اهريتر اوي quier ماشي يبقى احنا بنعرف ان هو اصلا مش يعني الجدول ده مش مهم قوي ماشي يبقى بس نعرف ان هو بيبت خزن على هيئة حاجة سماك كيوبرين لو في البلين يبقى سريبرو لو في الليفر يبقى هبات ولو في الارباسيس هيمو لو في البون مورو يبقى اريترو بالنسبة للكابر متابرزم المصاص للكابر برضو زي شبه الحديد بيحصلوا مصاص في الاثنى عشر الابسوربشا متاعه بالنسبة لفاكتورز التفاكتور الابسوربشا متاعته هما هما في اول هما تنين في حاجة اسمياه المتالي صيانين المتالي صيانين دا هو باهر عن افنان بروتين يفرسا لايم ward بتاع الايه كبه? بيسهل الامصاص الكبه? كمان في حاجة اسمها وهي اوع نصر التانية دولن بيقالل له الكبه مزي� preywekte كمان الاصالت بتاعه بيحصل فالدينام زي ما احنا قلنا. اه يبقى دولها تساني. بها ناخد الامصاص التاني بتاع الكبه. الكبر المتابليزم. اول حاجة الامصاص بتاعه بيحصل فين? بيحصل في حاجة اسمها بيحصل في كبه تمام? بي اه في اتنين فاكتور في حاجة المثال وصيونين دوت بيحسن امتصاص الكبر في حاجة اسمها المواد دولا بيقلوا الكبر ابتك. بالنسبة لكبر بيحصل لكبر في البيل. ماشي? ده في الحالة طبعا هي. لو لو الحالة دي يعني الكبر في مشكلة او في مثلا ناخد بعد كده هنلاقي ان الكبر ممكن يحصل له في الورين. يقبل الاندر نورمال كونتشن الورين ما بيحتويش على كبر. احنا كده انا اخدنا ابا brute velocity نحن ناخد بقي. التوتا او البلازمة كبر لنسبة الكبر موجودة في البلازمة كام حوالي مية. من EA يبقى eحنا اقول ya ان التوتا الدي كنتبع تلقاء ان حوالي مية sPS bi حوالي مية. مية ميلي كرام فالبلازمة كبر حوالي مية ملية. ميتين ميلي ميلي كرام كل دي السلطرا. الخمسة running في المية? في من ان الكبر ده حوالي خمسة ونص ميلمس بيمقى مسكين مع السريبرو وخمسة في المية بيبقى مسكين مع البيومين الباقي بيبقى مسكين مع البيومين بالنسبة لبلازمة سريول بلازمين ده بيبقى كم؟ حوالي 25-50 ميلي جرام لديس لتر بلازمة سريول بلازمين ده مهم انه حوالي 25-50 ميلي جرام لكل بيسي لتر احنا كده خدنا خدنا الكابر متابوليزم خدنا الابسوربشن بتاعه وانه بيحصل في ديدينام فيه اتنين بيتحكموا فيه حاجة سماء الميتال وصيونين دي بتحسنوا فيه فايتيت وزينك ومولوبيدينيوم دول بيقلل الابتك فيه اكسيكريشن في البيوم ده نورمال كونديشن لو اب نورمال كونديشن هيحصل اكسيكريشن في اليورين بتاعه البلازمة كبر حوالي 200 ميلي جرام كل ديس لتر انه هو 25% بيقى مسكين مع السريول بلازمين السريول بلازمين حوالي 25-50 ميلي جرام في ديس لتر الفونكشن بتاعت الكابر الوظيفة بتاعت الكابر كبر يبقى نستسري عشان حاجتين بضرورة عشان حاجتين اول حاجة ان هو بيصنعني الهمجلبين بيبقى نستسري لتصنع اليمجروبين لتصنيع اليمجروبين عن طريق result. حصول تكوين انزيم يحتاجه في اماية تصنيع العيم. يبتهل السننات. هي المهم بيضحة اتصنيع اليمجروبين يبقى تكوين اليمجروبين ويدخل تصنيع الليمجروبين ده اتصنيع الليمجروبين نستثري السنزيزات انه نستثري السنزيزات الهموغروبين كمان النووي بيكون لي الليسين المقايا بتاعة الليسين يعني النواتج من الليسين بيحاولها لي يبقى الكبر فانكشن النووي بيستثري السنزيز بتاع الهموغروبين مهمة لتصنيع المجرمين ومهمة بتاع الزي عن طريق اللايسين او الكبر بيدخل في تصنيع اللايسي الاكسديس ده بيحاول اللايسين ريسيوتس اللي بيحاول هالي ليه هناخد بقى الامراض اللي بتحصل او المتابوليك ديسوردر اللي هتعمل لي يعني ما بتحصل المتابوليك ديسوردر هيعمل لي امراض هناخد مرضين في مرض اسمه وفي مرض تاني اسمه الولسون ديسيس دوت عشان ايه ده وهناخد مرض تاني اسمه مينكي هنعرف بس قبل حاجة اول حاجة بس قبل ما نكلم فيهم يعني من اول حاجة لو انا مسلا جيتها رتا بالحروف الو الاول ولا الام الام هي الاول تمام والو دي في الاخر تمام فعشان كده لما بيحصل دفكت هنا بيبقى في الدفكت في جين اسمه atb7a يبقى بان حرف الام بيبقى سابق حرف الو في الدفكت في حرف الو بيبقى فيه دفكت في جين اسمه atb7a اما في الولسون بما ان ال-W ده اخر حرف فهو بموجود في ال-ATB 7B gene بفيه defective gene ده يبقى تاني منكيز السيس والويلسون السيس الحرف ال-M قبل حرف ال-W فحرف ال-M فبيبقى فيه defective gene اسمه ATB 7A ال-A الاول اما ويلسون بيبقى في defective gene اسمه 7B المينكيز السيس بيبقى في مشكلة في ايه مشكلة في ال-absorption بيبقى فيه مشكلة في الامصاص بتاع ال-A بتاع الكبر اما في ال-Wylson disease بيبقى فيه مشكلة في ال-execretion مينكيز السيس في ال-absorption ماشي؟ يبقى هنا 7A يبقى في ال-absorption ال-B في ال-execretion هناخدهم يعني بتوضيحهم شواله دلوقتي يبقى ال-Wylson disease نعرف بردن هو ببقى تزومه رساسف ديسيس ماشي؟ يعني نتيجة انه بقى فيه مشكلة في الكبر بيبقى تزومه رساسف يعني بيبقى نتيجة انه فيه مشكلة فيه بيبقى تزومه للكرموزومس وبيبقى رساسف يعني تناحي بيبقى دفكت في الجينين هون الحرف الدبيو ده بيبقى بعد حرف ال-M عشان كده بيبقى فيه دفكت في الجين اللي هو بعد ال-A اللي هو 7B بيبقى موجود على الكرموزوم مرقم 13 ده فيه فلير لل-A فلير انه يحصل إكسيكريشن للكبر ال-Wylson فلير للإكسيكريشن اما المينكي لل-A لل-absorption كمان ان الكبر دوت لما بيحصله فلير الإكسيكريشن الكبر هيبقى موجود في جسم بالنسبة كبيرة عشان كده بيحصله ترسيب بيترسب فيه الاماكن المعانى في الجسم لما بيترسب في الليفر بيعمل بيعمل كمان ممكن يترسب فيه ال-Brain وفيه البون وفيه الجوينت وفيه الكورنية يبقى دواتي فيه كلمة اسمها Wilson disease ده انه بيقى في دفكت الجين اسمه بفيه فلير الإكسيكريشن بتاع الكبر كمان الكبر بيعمل ايه؟ بيعمل لو ما يجمع في الجسم ممكن يأفكت بيعمل بيعمل ممكن يأثر على كدني وعلى البون وعلى الجوينت وعلى الكورنية ازا يبقى شخص Wilson disease Wilson disease اول حاجة بما ان ما بيحصلش إكسيكريشن للكبر فيه في البيل الكبر ما بيحصلوش إكسيكريشن في البيل عشان كده الكبر بيحصل الإكسيكريشن فيال يورين فبالتالي بيزيدaran الكبر كمان الكبر بتخزن فيه فيه فيزود الهباتك وبيقل طبعا Solid syrablescine الميشكلة إن لماذا بيحصل بيحصل أخرى فيه علشان كده الكبر يعني الكبر ما بيندرش إنه ما بيحصلش إكسيكريشن Hol lider كمان إن بيعمل الكبر ده لما بيتخزن في الليفر هيزود الهبات الكابر كونتنت مشي وهيقل السيرام سيروبلازمين الولسونسيز ده بيبقى في دفاكت الجين اسمه ATB7BG عالكم بزم 13 الولسونسيز برضه يأثر على فين؟ يعني مثلا فيه حاجة اسمها كيسر فلاشر رينج دي بتأثر في الكورنية نتيجة دي بزيشة متاع الكابر موجودين في الكورنية كمان ممكن أثر على البرين يأثر على الليفر يأثر على كورنية ويأثر على ماكن تنة زي الكدني برضو الولسونسيز هيأثر على الهورت كمان ويأثر على رينج بعدها كده هناخد حاجة اسمها مينكيززي سيز ده مقصن بإيه؟ هو شبه هنقرم بينه وبين ويلسون المينكي بقينه حرف الام قبل الو فعشان كده بقى فيه دفاكت في الجين اللي هو اسمه ATB7AG بفيه فلير للإيه فلير للأبسوبشن ده جنوستك ترسز بتاعت المينكيززي سيز أول حاجة أنا ممكن أعمل إيه؟ هشوف السيروم هشوف السيروم كبر ليفل وهشوف بعمل كردش أول حاجة لو أنا عارفها مينكيزي سيز هنعرف عنه إيه؟ مينكيزي سيز بأول حاجة بفيه دفاكت الجين اسمه ATB7AG ده فيه فلير إنه يحصل إمتصاص للكبر بفيه مشكلة إنه يحصل أبسوبشن للكبر فبالتالي الكبر اللي هيدخل فيه بلطس سريكوليشن أو بلطس سريم مش هاي بقى أولاك فبالتالي لو أنا شفت السيروم الكبر ليفل هلاقي إنه أولاك السيروم سيروم بلازمين برضو يعني ده يكون السكتس نعمل سيروم سيروم بلازمين أو نعمل سيروم كبر ليفل كمان إحنا عارفين إنه الكبر ممكن يبقى موجود في أمكان معانا في الجسم زي السكن أو السكيلتون أو في البون يعني لو أنا عملت سكين كالتشر هلاقي إن نسبة الكبر قليلة تمام؟ لإنه أصلا ما حصلهوش إمتصاص لو أنا عملت في سكول أو سكيلتون من إكس راي هلاقي إن تركيبة السكيلتون مش كويس مش سليم كمان لو أنا عملت جينيتك تست هلاقي إنه في دفكت في جين اسمه ATB-7-AG ميتاش حصل ميتاش إما أنك زي السيسي بدأ سبتها لنتيجة حصل دفكت في جين اسمه ATB-7-AG دهو فلأنا عمل الدياجينوستيك تست إنه ممكن نعمل جينيتك تست تمام؟ كمان ممكن نعقة لو أنا طبعاً هو ما حصلهوش إمتصاص فبالتالي لو أنا شفت السيرام كبر لي في الأول سيرام سيرو بلازمين برضو هلاقي إن في حصل دفكت كمان المفروض إن الكبر بيبقى موجود في مثل في الاسكن وهي إليسكر لا لو موجود في الاسكن هييبقى طبعاً مش موجود فبالتالي إلا أنا عملت سكن سيكيلتشر هلاقي إن الكبر موجود في الاسكن أو في سكيلتون برضوهلي إن حصل إلي في دفكت معلومة مهمة جدا ان مينكي دي السيس عشان اعالجه لازمة ان انا اعالج في الاول يعني يجبالي يلبس العلاج بساعد ده ما يكون بدأت في الكورس بتاع السيس لما انا بدأت متأخر ممكن ما ايه ما يساعد شي في ان هو هيحصل تريد منت كمان بالعلاج ازاي عن طرح انها بعمل انجيكشن بعمل حقن بالكور سواء كان في الفين سواء كان وليدي او تحت الاسكان يوم مينكي دي السيس انا عرف هردو المانجيمنت بتاعته مهمة جدا ان هو بيبقى يجبالي يقولني بيبقى بساعد بسي هاللي بيسؤلني هوني ستارتد ان دا في الي كورس اف دي السيس الكبر كمان عشان بيحصل المانجيمنت ازاي عطرنا بعمل انجيكشن للكبر في الفين او تحت الاسكن الدياجونيست بتاعته او اننا عمل سيروم كبر ليفل او سيروم سريلو بلازمين او اننا عمل سكين كوريتشر او عمل سكال اكس راي او اننا عمل جينيك تست لاني في دفكتي الجين اسمه ATB7AG مينكي دي سيس اول حاجة المفروض انه هو ادوقتي دايت مفروض ان الدي اعجيه او تيه حصل الكبر هو طبعا بيييكل كبر فما حصلش نصص الكبر. الكبر موجود في بقى النسبة قليلة الموجود في البون النسبة قليلة والموجود في السينيس برضو النسبة قليلة. ففيه بقى السيئلة بتقول لك ايه? ايه الانزيمات ديات بيبقى في بيحتوي على الكبر? هل السيرول بلازمين ولا السيتوكروم اوكسديس ولا اس او دي? الاس او دي اللي هو السوبر اوكسايد دايسميت ولا اول افز اوفو. هتجل قليل الجابة صحيحة اول افز اوفو. تمام. under normal condition في الحالة الطبيعية الكبر بيحصل عن طريق النورمال وعلى البيل ولا عن طريق اليون وعلى عن طريق البيل. which sentence اي جملة صحيحة? المنبيدينين هايزود الكبر ابتيك? لا بيقل للكبر ابتيك. المثاله صيونيه بيزود الكبر ابتيك صحيح لانكن بتحسن منصص الكبر. الفيتيت بيزود للكبر ابتيك? لا بيقل للكبر ابتيك. في حالة الوليسون الوليسون سينز اللي هو احن عمدنا فيه مينكي وفيه ويلسون. المينكي الاول حرف الام قبل الو. فده هنا فيه دفكت في الجين اسمه ATP7A. اما الوليسون دفكت في الجين اسمه ATP7B. فهنا بيقول لك الوليسون بيقى فيه مويتاشن الجين اللي هو ATP7A? لا. بقى فيه زيادة الوليسون بيقى فيه مشكلة في انه انه بيحصلش ان بيقى فيه للاكسيكريش. وبالتالي الكبر هيزيد في هيبقى موجود في تمام? يبقى جملة دي بي صحيحة. بقى فيه مشكلة انه يحصل مصص الحديد لا. ده بقى فيه فيلير للاكسيكريشن. اولق في زباف لا. يبقى الاجابة الصحيحة يورناني كبر. بيزيد اليورناني كبر. في المينكي بتاع الجين اللي هو ATP7B جين. لا. بقى فيه مويتاشن الجين اللي اسمه ATP7A. يعني دايما بس دايما بيبقى فيه نتائج حلوة. لما انا عالج في الاول او في الاخر. لا. بيبقى يوش بيبقى لما يكون في بتاع السيس مشكلات. بيبقى فيه فيلير للاكسيكريشن الكبر. في مينكيز السيس او بيبقى فيه فيلير للاكسيكريشن الكبر. والي في زباف غلط يبقى الإجابة الصحيحة هنا سي. بعد كده هنكلم عن المقارنة اللي هم اخر اربعة مصر صغيرين. اللي هم ايه? الفلوريد والسلينيوم والمانجانيز والموليبيدينيوم. اول للحاجة الفلوريد ده بроде ده ببقى ايه دوره? الفلوريد اهو. الفلوريد ده مسلا دي طبعا استننا هي. فالفلوريد؟ بيدخل الهايدرائشنشل ويكوني حاجه اسميه الفلورو ابيتيت. الفلورو ابيتيت دي بيبقاليها دور انها بتبقى بتمنع بتبقى ركتريا نelectاش بيعatt Morning بالفلوريد بيقوم داخل الهايداشنشل لكوني حاجه اسميه الفلورو ابيتيت ده. بيبقالي دور انه بيمنع او اي بيريزست الانتنونية لقرأ كده. счит S địnhes اللعنagne partners in muests in electrons in the crystal surface. حيثم الرابط oleh meieri هيخلي تون różneouting سيلينيوم هو شبه الزنكSt ديابم الزنكإزاي إنه يعتبر небes سيلينيوم هو شبه الزنك إنه هو بس د rendami يبقى leadersruled byteam Quindi بيبقىordo Medical يبقى الشبه الزنك إزاي إلي هو انتروكسيئاتكشن الأكشن بتاعه لفيتامين اي الزنك كان فيتامين اي لما يبقي فيه فيتامين اي كتير الاحتاج او النسبة بتاعت السليم ها تقل كمان في حالة السليم بصيصري يبقي مهم جدا كمان انه بقي Tahit rec HIM لما يبقى فيه فيتامين اي كتير السليم الاحتاج او بتاع السليم ها تقل في حالة السليم المانجنيز ده برضو بيدخل في تصنيع المانجنيز. احنا قلنا الزنج كان بيبقى ليدور انه بيدخل في ميتالو انزيم. المانجنيز برضو بيدخل في انزيمات تانية. او بيبقى يعني او زي ايه? زي حاجة اسمال ايزوستريت دي هيدروجينيز. ممكن نفتكرهم ازاي? نفتكرهم مسلا من كلمة ايه? آآ سايح او هايس. نفتكرهم من كلمة هايس? هايس ايه? بقى نفتكرهم كلمة سايح. ماشي نفتكرهم كلمة ايه? سايح. اللي هو السياح يعني. تمام? فاول حاجة مسلا اول حرف الاس اللي هو الايزوستريت دي هيدروجينيز. بعد كده الاي اللي هو الايزوستريت دي هيدروجينيز. احنا كده عرفنا المانجيز. بعد كده هناخد اخر عنصر اللي هو الايه? الموليبيدينيم. ده يبقى ليه دور في الكيدني? انه بيدخل في تركيب مادة اسمها موليبيديو بروتين. الموليبيديو بروتين. الموليبيدينيم بيماسك في الموليبيديو بروتين ده في اتنين يبقى البدايب يتخل في تركيب حاجة اسمها ثانية موليبيديو بروتين دي دي ايه بتبقى بيحصلها يعني بدخل في تكوين الزنسين اكسوداس وال gereed oxides وال مقدور بيعملوا ايه? الزنسين اكسوداس وال gereed oxides بيحاولو الزنسين ده بيحاولو اليورك است. بيحاولو الزنسين عليورك اس و اليورك اس فلما الملبيدين يحصلوا نقصة فالتالي الملبيديوبروتين سيقل وبالتالي الزنسين اكسديز اكتيفتي هاتل ماشي؟ لما الزنسين اكسديز اكتيفتي هاتل هيزود نسبة الزنسين هتزيد فبالتالي هيزيد الاكسيكريشن وهيقل يوريك أسيد اكسيكريشن يبقى حتى الآن كده عرفنا ان فيه اربعة نصر صغيرين اول الانصر هو الايه؟ الفلوريد الفلوريد ده يدخل في ايه؟ يدخل في تكوين حاجة اسمه فلورو ابيتيت الفلور ابيتيت دي بتمنع البكتريال اتاكس ماشي؟ بعد كده هناخد عنصر اسمه مانجانيز المانجانيز ده كان بيدخل في ايه؟ بيدخل في تركيب اربع انزيمات او بيحصل لهم الانزيمات دي بيحصلها اكتيفيشن اربع انزيمات اللي هم ايه؟ اه اختصرهم في كلمة اه هايس او سايح سايح الاس اللي هو الساكسيناد دي هيدروجينيس llaoi اسرسيتريدة هيدروجينيس ambl определ 3080 libro一般 الهيكسو كانيز هنعرف بعد كده الله عنصر اللي هو وبعد كده انزيمات D الموليبيدييو بروتين يدخل فتكوين حاجة اسمه موليبيبيديو بروتين المالباديو بروتين بتعمل انزيم اسمه زنسين اوكسديس الانزيمات دي بتعمل ايه بتحول زنسين اوكسديس المواد دي بتحول زنسين يوريك اسد ويقوم خارج في الايه في اليوري فهذا الوقت لما يكون المالباديو بروتين حصله ايد الفيديانياء ايد الفيديانياء ده بنسبة لده والمانجريموس السلينيام تظهر بأي بأن نخصف بأنه Antioxidant ، ويبدأ كملمنتر لفيتامين E لا سلابه ولكن سلينيام ذلك كملمنتر إفكت لفيتامين إ هل هو A ولا B ولا C ولا E وتموت ي سلينيام إ, فيتامين إ ده كن الزينك ملبديام ديفشنسي هيعمل أي هيقال لي الزينيامة إكسنين اكتفتي صح هيزود إكسيكيشن بتاع الزينيام صح، هيقال لي الرك اسد إكسيكيشن صح هيعمل أول اوف ظوف صح وهو أول اوف ظوف بعد كده بتحتوي معادة هل هو السريبليبلرازمين ولا الهيكسوكينيز ولا هيدروجينيز ولا الارجينيز احنا قلنا نسيح فا هو الموجود هنا الساكسينيد دي هيدروجينيز مش موجودة فيه ايزو ستريت موجودة في الهيكسوكينيز موجودة في الارجينيز موجودة يبقى هوا معادة سربل البرازمين